فرصة المنفقون في الأرض أو المنفقون في سبيل الله ناس ربنا اختصهم لقضاء حوائج الناس نعمة كبيرة من ربنا سبحانه وتعالى ومكانة عظيمة لأي إنسان إن ربنا يختاره يكون منفق والناس دي بتحس شعور عظيم كفاية بس إنك تحس إنك مندوب عن المولى عز وجل وإن ربنا بيسخرك لفرحة وجبر عباده دي فكرة لوحدها محفزة لأي حد علشان ينضم لكشف المنفقون في الأرض وبالتالي الفوز بكرم ربنا سبحانه وتعالى فلما تجيلك الفرصة إنك تكون منفق كمل لما تجيلك الفرصة إنك تكون جابر للناس ما تفوتش الفرصة دي لأنك هتكسب كتير مكاسب هتملح حياتك راحت بال واتمئنان وهدوء في النفس كلام كتير وكسس أكتر عن النماذج دي هنعرفها النهاردة مع الدكتور مصففة حالة متحدث رسمي باسم جامعات البر والطقوة ومفسر الأحلام اللي بنوارني في الستوديو أهلا بك يا دكتور أهلا وسهلا ومرحبا أعزكم الله أهلا بحضرتك النهاردة هنبدأ في سلسلة كده جميلة سلسلة المنفقون في الأرض فكرة إن ربنا بيختصك إن انت تبقى من المنفقون أو إن انت ربنا بيسخرك للناس ودي برضو حاجة عظيمة مش أي حد ربنا بيختاره للحاجة دي طبعا فأنتكلم كده عليهم في سلسلة إن شاء الله نكملها مع بعض الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان واحدة من هؤلاء الثلاثة أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما يعني الاختيار الأعظم ليك هو حب النبي وحب الله تبارك وتعالى وَلَا تَصِلُ إِلَى حُبِّ اللَّهِ إِلَّا بِبَابِهِ وَهُوَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى حينما يعطي الله العبد الإنفاق أو يعطيه المال وحينما ينفق هذا المال يجب أن يشعر بسعادة خذ بالك أن الإنفاق في المال يساوي الإنفاق في الروح إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة المنفق بإيه؟ بنفسه الشهيد والتاني منفق بإيه؟ بناله خذ بالك أن المال يميل بالناس رأيت الناس منفضة لمن عنده الفضة ومن لا عنده فضة فعنه الناس منفضة رأيت الناس قد مالوا لمن عنده مالوا ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا رأيت الناس قد ذهبوا لمن عنده ذهبوا ومن لا عنده ذهبوا فعنه الناس قد ذهبوا الناس بتوح لصاحب الإنفاق وهنا صاحب الإنفاق الذي هو متيقن التمام اليقين أن الله أعطاه فعليه أن ينفق بحب لأنه يضع في يد المحتاج هذا المال ويعلم أن الذي وضع في يده هو المال هو رب العالم فكان فيه اختيار من الله فأنت لما تعطي يبقى أنت حب الله ورسوله بس ولا أنت بددي عشان الدنيا ولا بتنفق علشان كذا فهنا لما تنفق وتجد حلاوة في الإنفاق تعرف أن أنت وصلت وصلت لحلاوة الإيمان يبقى إذن كل ما أنت بتدي وحاسس بخان أن أنت بتدي والفلوس بصراحة بتقطع في القلب وإنت بتديها يبقى أنت لسه ما وصلتش لسه لم تجد حلاوة الإيمان وحينما تجد حلاوة الإيمان في هذا الإنفاق حتدي وتعطي بلا سبق وكاء حلص دخلت أنت مرحلة زي اللي خرج من جاذبية الأرض إلى اللاجاذبية العطاء لا ينتهي فعشبا نبدأ السلسلة دي إلا ما نتكلم على أعظم منفق في سبيل الله وأكثر الناس جهودا وأكثر الناس كرما ورسول الله صلى الله عليه وسلم ده النموذج اللي احنا بنقتدي به صلى الله عليه وسلم وهو أعظم من أنفق وأعظم من أعطى وأعظم من كان يجود بالخير فده هو النموذج اللي نبتدي به السلسلة الكريمة دي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه أعطي أمرا لم يعطاه أحد من الأنبياء من هذه العطايا خمس الخمس من الغنائم من أي معركة لو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن محبا للإنفاق لأصبح أغنى رجل في الدنيا كلها صلى الله عليه وسلم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تأتي الغنائم اللي هو حظه من الغنائم اللي هي خمسة في المسجد وقبل أن يخرج من المسجد بين الصلاتين يكون أنفق كل ما في المسجد اللي هو نصيبه صلى الله عليه وسلم أنا عايز أقول إن دخل عليه رجل قال يا رسول الله أريد حاجة محتاج لأكله شربه وكذا وكذا وقد نفذ كل شيء فقال له النبي اذهب إلى فلان التاج وخذ منه ما شئت لبيتك وقل له أن حساب هذا المال دين على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أسد عنك طب في حد النهاردة بعدما خلص كل اللي عنده يقول لك لو أنت محتاج روح اشتغي على حسابي طب هو معهوش أصلت ولكن النبي صلى الله عليه وسلم علم ويعلم أنه إذا أنفق ما في يديه سوف يعطيه الله أنا عايز أقول إحنا تفرقنا لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم ويملأ كياننا ويملأ حياتنا النبي صلى الله عليه وسلم في مرض الموت يذهب في غيبوبة الموت ثم يعود يا عائشة يا فاطمة إن في البيت دراهم هل تصدقتم بها؟ فيذهب صلى الله عليه وسلم ثم يعود هل تصدقتم؟ فهم قالوا انشغلنا بك يا رسول الله في سكرات الموت قال أنفقوها ماذا أقول لرب يوم القيامة؟ أقول لرب أني مت وفي بيتي دراهمة صلى الله عليه وسلم احنا دلوقتي دكتور بنبقى الموضوع صلى الله عليه وسلم هنا بيموت وعمل لحسان وشايل هم لفكرة الإنفاق والفروس وابن الهموم جاب لهم سيارات وعمل لهم كل شيء وشايل الهم للأخي خليك أنت في همك اخرج من الدنيا وأنت سليم أنفق ينفق الله عليك طب أنت الوقتي ما لك حاسس أن المال يعني كده في شوية حلال وفي برضو دخل عليه شوية حاجات أنا عايزك تتصدق وتسأل الله أن يغفر لك وأن يتوب عليك أنفق ينفق الله عليك مش الإنفاق هنا المال يعني حتى لو المال في شبهة أنفق في سبيل الله هتقول لي طيب حلال على حرام أنفق في سبيل الله أنفق ينفق الله عليك وعسى أن تكون هذه النفقة من الله أن يتوب الله عليك يا رب أن يغفر الله لك وده إنفاق من الله بعيد أن يجعلك من أهل الطاعة يجعلك من أهل القدمات للناس يجعلك من أهل المغفرة أنت عملت في الدنيا وتنتظر من الله سبحانه وتعالى الكريم يوم القيامة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يكونون تحت غل عشو أحمد نمازك بقى بتبقى كتير في صور الإنفاق يا دكتوري بتبقى موجودة عندكم في مؤسسة البر التقوى نعم صور الإنفاق اللي هي بتتجلى بقى في النشاطة اللي بتعملوها الحاجات اللي هي الناس بتسأل عليها دايما أن أنا عايز أنفق بس أنا ببقاش عارف أنفق فين أو أنا مثلا ببقى خايف أحط فلوسي في المكان اللي مش صحيح هل أنا حطيت فلوسي هنا في مكان الشخص دي يستاهل ولا ما يستاهلش نعم أنا عايز أقول لحضرتك هناك مبادرات كتيرة أو إحنا كفريق بحث أو كفريق بحث موجود في جماعة البر والتقوى عايز أقول لحضرتك أن فيه فريق بينزل لقرية مثلا فيشوف إيه الاحتياجات اللي في القرية دي هل القرية دي محتاجة لكل ديوات مية هل القرية دي محتاجة أن هي يتعاملوا معاهم في أن بيوتهم يكونوا محتاجين فيها حياة كريمة بيوتهم مهدمة هل هناك أرامل مساكين هل هناك ناس محتاجين أن هم يجهزوا بولدهم هل هناك فيه مبادرة جميلة أوي احنا بنسميها أمان ودفا أمان ودفا بس مش عطاء أن احنا نجيب لناس بطاطين يمكن الدفا هنا مش بطاطين في الشتاء بس لا من عندي دفا أن أنا أعمل سقف بيت واقع يحميه فكرة الحماية نفسها لها الأمان أنا بلاقي أربع حيطان أجي أحطه فوق منها سقف أوزن حساب السقف ألاقي أن السقف ده لو قعد فوق الأربع حيطان هتقع للأسف فرعه فابدي أبني البيت من جديد البيت كله بقى بقى كامل وبقى بقى 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 أبني عشر بيوت وفيه جاء في حمصة الشرق في منطقة كاملة عزة البني فنضرط على نفسينا ونحاول نحن نبني المنطقة كلها أمان ودافة نجيب أثافات داخل البيوت من فضل ربنا سبحانه وتعالى والمحسنين والمتصدقين والكرماء في هذا المكان وهذا لا ينقطع من فضل ربنا سبحانه وتعالى يعني أنا عايز أشكر الحاجة نادية والحاجة سناء والحاجة سيدة الناس الطيبين والمتبرعين ربنا رزق أفعيد الأم بتلاجة من أولادها واخدت تلاجة بأعطاء له جماعة البر والتقوى التلاجة دي لواجه الله نشكرهم برضو بالنوم الشكر لأنه فكرة أنه بيكون نموذج نموذج للناس اللي هي تبقى فعلا المنفقونة في الأرض اللي احنا بنتكلم عنها أنا عايز أقول لي حضرتك نطلع بس فاصل نطلع فاصل معلش نطلع فاصل وبعد كده نكمل بقى الأنشطة ونتكلم عن المنفقونة في الأرض فاصل أعزائي المشاهدين ونكمل مع دكتور مصطفى فتح الله ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي المشاهدين نكمل مع دكتور مصطفى فتح الله وكنا بنتكلم على المنفقونة في الأرض والنمازج الموجودة من أعين من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن في دلوقتي نمازج طيبة برضو ودكتور كان بيقدم الشكر برضو لنمازج عفوا نمازج موجودة معانا دلوقتي أن هما إزاي بيأخذوا القدوة من سيدنا رسول الله ومن الصحابة الكرام أن هما بينفقوا برضو ويبقوا مستخلفين على المال اللي معهم كنا بنكمل دكتور مع حضرتك أعزائي أقول هؤلاء السيدات الفاضلات وطبعا رجال كتير من أصحاب الخير والفضل أعزائي أقول لحضرتك أن هناك من السيدات المنفقات من أنفقت باليقين فاعلا ستة عندها خمسة وسبعين سنة ماشوالله وهذه السيدة نقول من احنا بنعتبرها من أعضاء جماعة البرو والتقوى من كثرة من الخير اللي هي بتقدمه أعزائي أقول لكم أن هي في لحظة صدق مع الله سبحانه وتعالى أنفقت وأنفقت الكثير من فضل الله وفجأة جالها مرض خطير وكان مفروض أنها تدخل العمليات وتوصلت معنا وكان من فضل الحاجة سيدة من النوبة ربنا يبارك فيها أعزائي أقول لحضرتك هذه السيدة الفاضلة اتصلت علينا وطلبت الدعاء وأنا أعزائي أقول لأن باب الدعاء يا جماعة من أقوى وأعظم الأبواب في حالة القبول وعسى أن يكون في حد ممن يستقبل الله دعواهم ويكون من المقبولين في الدعاء يكون فعلا استجاب ربنا سبحانه وتعالى لهذا الدعاء من هذا الإنسان المحتاج أو حد من السادة المشاهدين احنا أعلننا الاسم وقلنا اللي نحن ندعو لها دلوقتي على البرنامج ونتمنى من كل سادة المشاهدين انهم يقدمون الوضع اتصلت وفرحة جدا أن بعدما عملت الأشعة والتحاليل أن هناك مرض خطير ودخلت استقصل شيء معين عايز أقول لحضرتك أنها تواصلت معنا وكانت حد زغرت في الحلقة وقالت يا جماعة أنا عايز أقول لكم أني رحت عشان أتجهز للعملية وجدت أن الخطر قد زال وأن هناك أمرا عظيما حدث هي مواجزة وكانت بدعاء أحد الصالحين منكم أنه ربنا نجاني وتشالت العملية مني فإحنا ابن دعيل هزيني نوع بنا نتمم عليها النعمة ربنا نتمم عليها النعم ويمتعب الصحة إن شاء الله هي وكل من يسمعنا نعم 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 سعدية حماد عوض عندي سبعين سنة عندي ست بنات وثلاثة رجالة مقوازين كلهم والله قادم يتوفلوا 17 سنة يا ابني وأنا أعدى أرزعي شغال فلاح والله عايشة يا ابني أعدني أعدى فيه أعدى وقبل لؤمة عمرها وكلها وأدني عايشة أنا بأخذ مع السبع مقنيه هقول لكم ما بخش بأخذ بس أكشف منهم وأضي أهم بيسدوا الشهر بالغصف أنا ظهري واجعني ظهري فيه فكرتين رقبين على بعض ولما سواعي ما بقدر شمش على رجلي وعندي الضغط يا ابني ومكان أولادي حنو فيه أدني جنيه ولا حاجة ولا مت جنيه بأصرف على العلاج 200 جنيه وساعات 300 والله قبت مرهم بـ 650 جنيه أكثر هم المرض بس اللي في ظهري وفي رجليه والضغط يعني بقب له ظهري والضغط الدخط ده بقب له برشام وظهري أقب له حؤن ورجليه والله الحمد لله يا ابني غزبا عن عين ارتاح والحمد لله الحمد لله ربنا يكفوكم شر المرض بس ما عنديش وأنا سلم فات إن كان بنتي تيجي من البيت تخسلي هدومي وتشطفني وتمشي هاي قاعدة في العزبة اللي كنت فيها جاب دي والله المهمة في الصحة ورأة البال والله عايشين على أرادة ربنا هنعملواه ربنا عايشين وخلاص نناموا ونفزوا وعايشين وخلاص بتنزل النطرة على ناس شر لما تقولي بس يعني نمشوا عند بات ابننا مصبوب ينحملوا النطرة ونقعد بالنطرة بنبقى تسخسخنة ونبقى مش عارفين نروحوا فا بفرش فرشة ونام كده على الأرض بأحلم إن أقعد تحت سقف ما نزلش على نطرة ولا حاجة ولا أتمرمت في الطراب نفسي عايش يوم مرتاحة وقلبي هادي وراضية والله الواحد نفسي عايش في حتة نظيفة وفي سقف نظيف وربنا يسر لنا الحال يا ابني وكل حاجة نفسي عايش حياة حلوة يبقى الباب معمول حلو والواحد يبقى عبت تحت الحلو بقى أحلم اليوم دي جاييجي والواحد يشوفه دكتور بتقول نفسي أعيش حياة حلوة وهي بقى يعني أحلامها مش كتير بس للأسف برضو واحد ما بيبص الحال هاول البيت وكل حاجة جمعت مع بعض ما فيش سقف وهي مريضة جيب أدوية غالية الدخل طبعا بسيط حدش بيخدمها فالحياة صعبة عليها أولي النداء لكل من رأى الحجة سعادية ومن هم مثل الحجة سعادية أسمح لي أكلم أحبابي وأعزائي وأستاذ المشاهدين بنوع من المبشرة هذه امرأة أرملة النبي صلى الله عليه وسلم سوف يقابلها عند باب الجنة وسوف تخبر رسول الله من أسعدها في الدنيا وتقول له يا رسول الله هذا من أمتك وفعل معي كذا وكذا فمن أراد أن يستحق أن يكون تحت لواء المصطفى فليقف مع هذه المرأة ستة عايزة سأف سأف وحياة كريمة أنها تعيش في بيت كريم يا سيد مصطفى عايزة أقول لحظتك إحنا بنتخل بيوت الناس فعلا تعبانة ومحتاجة فعلا السطر حرارة في الصيف برودة في الشتاء ستة بتصرف ثلاثة اربع السبعمائة جنيه على أدوية بتاكل بكام بنتها ترى اللي هي بتجي تشوء عليها دي وبتقعد معاها دخلها أدي إيه وبتدي لماها ولا لا طب بتديها كام وبيتها في كام طبعا شايفين الحياة عاملة زي لذلك أنا بقول لسادة المشاهدين أصحاب القلوب الطيبة المنفقين اللي احنا بنكلم عنهم ونقول هؤلاء الذين يأتون يوم القيامة في صحبة رسول الله أنفق ينفق الله عليك في الدنيا ويوم القيامة هؤلاء المنفقون في الأرض اللي احنا كنا نتكلم عنهم سلسلة هؤلاء المنفقين في الأرض اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أنا عايزي لمجرد ما احنا بنخلص الحلقة بتاعتنا ويمكن أثناء ما بنهود الحلقة احنا على طول بنتصل بـ 19 ويزيو 38 والأرقم موجودة على الشاشة على طول واحنا خد منكم متحت أمركم أن احنا بنتلقى التبرعات ونيجي بعد كده ان شاء الله في الأسبوع اللي بعده وتفرحوا معنا وانتوا شايفين سأف بيت فكرة الإنجاز يا دكتور عايزة روح لعمل حضرتك اللي حتة دي فكرة الناس بتسأل على إنجاز الحالات والكلام ده لأن دي برضو بتدي للناس مصدقية فكرة أن احنا بنحط فلوسنا ففي نفس الوقت اللي محتاجين نشوف الكلام ده الإنجاز أنا عايزة أقول لحضرتك أن احنا من شهر جمضان من انتهاء شهر جمضان لغاية الشهر اللي احنا فيه ده أو شهر شوية ده جامعات البرر والتقوى طلع بثلاث قوافل في مدن مصر عشان تغطي الطعام والشراب وتغطي جواز البنات واليتامة والقرامة لكن احنا بدورنا هنا ان شاء الله دكتور هنعرض الحالات اللي احنا بنشوفها هنا على الشاشة في البرنامج ده مسؤوليتنا ان احنا برضو نعرض انجازها ونعرض الحاجة للناس كان عندنا حالة بنت اسمها توقا وكان عندها جهاز محتاجين ان احنا ننجز هذا الامر من فضل ربنا سبحانه وتعالى وجالها جهاز من ألمانيا ومسكينة بنت 12-13 سنة ودي انا عايزة أقول لحضرتك من فضل ربنا سبحانه وتعالى علينا ان احنا لمجرد ما بنكون امامنا المبلغ المادي نقدر بسرعة نتحرك ونوصله لكل الناس والناس تثق في البر والتقوى وان شاء الله اي حد عايز تبرع ويتصل عايز تتبرع يا سيدي كلمني انا وانا تحت امرك اجيلك لغاية البيت كمان صح ان شاء الله ربنا يا جزيك خير يا دكتور على اللي بتعمل ربنا يا عايز حضرتك فيه برضو من ثورة الانفاق المهمة عندكم في المؤسسة فكرة المحطات التحلية نعم اللي هي طبعا احنا في الحرارة بقى والجو اللي احنا فيه ده فالميا بس مش بس تبقى رايحة للناس لا محتاجين برضو ميا نظيفة وفي نفس الوقت تبقى الميا دي امن على نفسي وانا بشرب الميا دي هو ده التطور اللي جمعات البر والتقوى دايما بتنفزه من 17 سنة لما اتكلم عن البر والتقوى كتاريخ الجمعية بنقرأه جميعا قديمة دكتور برضو الموضوع بالضبط يعني بدأنا بفكرة سقي الماء عن طريق توصيل المياه الطيبة والصالحة للشوب للبيوت تطور هذا الأمر بعد كده ان احنا بدأنا ننتشر في قرى مصر ان احنا بنعمل مبادرة 10 تلاف بير مياه حلوة بيصل الى اعماق البير اعماق كبيرة عشان نقدر نجيب المياه ونوفرها للناس الناس كان بتمشي لغاية 5 كيلو 6 كيلو عشان تم لجرك المياه اماكن بعيدة طبعا بيتكلف نال ونال ونال او بان ما يجيب لانا فيه كبار السن فبدأنا نعمل عملية انتشر المياه ثم بعد ذلك الابار بدأنا نحول الامر الى محطات التحلية عايز اقول محطات التحلية بتتحط في وسط قرية تخدم ثلاث قرى بتتحط حواليها مدارس بينتقى المكان احنا عايز اقول له حضرتك يعني يمكن من ضمن المحطات اللي احنا عملناهم انا كان اثناء التصوير وجدت واحد بيحوم حوالين الكاميرات كده واقف وفرحان وسعيد جدا 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 فناديته فبقول له تعالى يا حاج اسمك ايه قال الحاج هليل فبقول له ايه الموضوع اللي حضرتك يعني دايما حوالين المكان كده واقف مقصود قال يا بيه الناس جات في البر والتقوى فلاقت مكان حتة ارض وقالت احنا هنعمل عليه محطة تحلية للقرية كلها وحيبقى على اول القرية عشان فيه قرى تانية هتستفيد لكن المشكلة ان احنا صاحب الارض دي احنا ما نعرفش هنقدر ان نوصله ازاي احنا جبنا المتباجعين اللي هما هيعملوا المحطة بس محتاجين لصاحب الارض علشان نستأذنه عشان يبقى المكان ده فبصت له كده واتحكت قلت له انت مين قال لي انا الحاج هلاقي لصاحب الارض اللي اتعامل عليها المحطة وانا فرحان يا ابني ومبسوط وبنى جزي خير على حاجة زكا وكان من فضل غبنا سبحانه وتعالى ان الارض تم عمل فيها محطة التحلية والحفر بأعمق كبيرة ربنا يجزي خير طبعا لان ده خير لوسبابك كبير للناس طبعا من فضل الله يتبع ركاتي اتفعش عليك بقى كون معنا وما نستغلش وجود حضرتك لان الناس بتبعت لنا على الصفحة كتير في محور تفسير الأحلام اهلا وظهر انا حلم النهاردة حد بيسأل سيدة بتقول ان ابنها بيشوف المنام انه شافخة فبيش في البيت كتير ودبعهم كله فبترسأل تفسير دعين انا عايز اقول اللهم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم تعاني من ارق وتعاني من حالة نفسية هي كل من في البيت الخفافيش داخل البيت دايما هي افكار متداعية وافكار مثل اخبطة شوف جناح الخفاش ويأتي الليل ويبدأ ينشط هذا الخفاش معناه ان الافكار دايما لا تجعل اهل البيت ينامون طب ودبعهم كلهم بقى لكن ان شاء الله بالفضل ربي سبحانه وتعالى حينما يذبح اي حد من في البيت هذه الخفافيش معنى ذلك ان ربنا سبحانه وتعالى بدأ هما ورد معين في قراءة القرآن بدأوا يوظبوا على الصلوات بدأوا ان هما يكونوا اقرب الى الله تبارك وتعالى الخفافيش هي شيطين من الانس بيحاولوا ان هما يتسلطوا اهل البيت بيعملوا نوع من انواع المشاكل والعرقيل لكن ذبح هذه الخفافيش فضلوا من الله ونعمة نصر للبيت والاهل البيت من فضل الله احنا بنعرض دلوقتي على الشاشة برضو الصفحة البرنامج عشان لو حد عايز يتواصل معنا في تفسير الاحلام بيستغل وجود حضرتك في البرنامج وبقى لأسئلة كتير بصراحة ان شاء الله في الحلقة اللي جاي نبقى نستعرض منها طبعا ان شاء الله رب العالمين تحت انا اتشرفت في حلقة النهاردة كانت حلقة جميلة وان شاء الله نكمل السلسلة الجميلة اللي بدأناها مع حضرتك على خير الله يباك فيه جميلة بيك الحلقة ربنا يكلمك دكتور ودائما لا تنقطع هذه البرامج الهادفة شكوركم عزيز المشاهدين ودي كانت حلقتنا النهاردة مع السلسلة المنفكونة في الارض اللي بدأناها مع دكتور مصففة حلقة وان شاء الله نكملها معكم على خير شكوركم شوفكم في حلقة جديدة